فاقمت الحرب في اليمن تدهور الصحة النفسية للمواطنين اليمنيين بشدة إذ كشفت دراسات أن خمسة ملايين يمني يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحرب وتبعاتها السلبية على المجتمع وخلال فترة الحرب ارتفعت نسبة هذه الحالات إلى 200% بحسب دراسة أعدتها مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في اليمن وتتنوع بين الإصابة بالرهاب الشديد والفوبيا والفصام وأمراض نفسية أخرى ناتجة عن غارات الطيران الفجائية وتوقف الناس عن العمل والعزلة التي لحقت بأغلب العاملين خلال الحرب فقدوا منازلهم فقدوا أعمالهم تعرضوا للنزوح من منطقة إلى أخرى فبقى عندهم عدم تكيف أساسا يعني أحيانا فقدوا كل ما يملكون سليمان أحد المقاتلين من مديرية الوازعية في محافظة تعز الذين شاركوا في الحرب والمعارك الميدانية والذين كانت للحرب تداعيات سلبية كبيرة على أوضاعهم النفسية فمنهم من شهد عمليات قتل بأم عينه ومنهم من فقد عزيزا أو فقد إحدى أطرافه أو عانى من رحلة نزوح طويلة غاية في القسوة تمكن حوثي من اجتياح المديرية ونزح حوالي أكثر من 30 ألف نسمة تفرقت الأسار وعدد أسرتنا حوالي أربع أسار تفرقنا في كثيرنا البلدان بعدما نزحنا في الأودية والوديان تحت الخيام وعدم وجود الماء وهذه أثرت ظروف الحرب على حالتنا النفسية كذلك أوضحت دراسة مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري أن ازدياد أعداد حالات الإصابة بالأمراض النفسية في اليمن ترجع لسبب رئيسي وحيد وهو دخول البلاد دوامة الحرب التي أدت إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان بعد انقطاع الرواتب كل هذه الأسباب وغيرها الكثير نتج عنها بحسب مصادر طبية وصول العشرات من اليمنيين يوميا إلى المستشفيات للاستشفاء من الأمراض النفسية الناتجة عن الحرب والتي تصنف غالبيتها ضمن حالات الفوبيا والتوترات العصبية وهكذا فأن النزاعة الدائرة في اليمن والتعرض المتكررة للعنف وانعدام الأمن على نطاق واسع ونقص الأغذية والأمراض والفقر المتفشي وصولا إلى تحطم الروابط الاجتماعية وانعدام الخدمات الاجتماعية الإنسانية تشكل بمجملها ضغوطا هائلة على اليمنيين وما زادت طينبلة تدهور الخدمات المتعلقة بالأمراض النفسية وعدم توفرها إلا بنسبة قليلة والإهمال الكبير الذي تواجهه الصحة النفسية من قبل السلطات المحلية والمجتمع الدولي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة